دعونا نقوم بحل بعض مسائل الهندسة الفراغية أو الصلبة ومسائل الحجم كما هو موضح لدينا منشور مثلثي ويوجد عدة أنواع من الأشكال ثلاثية الأبعاد تتعامل مع المثلثات وهذا ما يبدو عليه المنشور المثلثي يوجد مثلث على الوجهين وهما نوعا ما منفصلان ويحتويان على مستطيلات بينهما والنوع الآخر من الأشكال المثلثية ثلاثية الأبعاد كما ترى هو الهرم هذا هرم مستطيلي لأن فيه مستطيل أو قاعدة ربعية هكذا يمكن أن يكون لك أيضا هرم مثلثي حيث يكون كل جانب فيه عبارة عن مثلث لكن هذا منشور مثلثي لا أريد الخوض كثيرا في تصنيف الأشكال إذا كانت قاعدة المثلث بي تساوي سبعة وارتفاع المثلث هو أتش يساوي ثلاثة وطول المنشور هو اليساوي أربعة فما هو الحجم الكلي للمنشور؟ لقد أعطينا أن القاعدة يساوي سبعة أي أن هذه هي القاعدة تساوي سبعة ارتفاع المثلث يساوي ثلاثة هذا هو هذه المسافة أتش تساوي ثلاثة وطول المنشور يساوي أربعة وأفترض أنه عبارة عن هذا البعد هنا ويساوي أربعة في هذه الحالة ما عليك فعله هو إيجاد مساحة هذا المثلث الموجود هنا يمكننا إيجاد مساحة هذا المثلث ونضربها بمقدار العمق أي نضربها بهذا الطول إذن الحجم يساوي مساحة هذا المثلث دعوني استخدم اللون الوردي مساحة هذا المثلث نحن نعلم أن مساحة المثلث هي نصف في القاعدة في الارتفاع إذن هذه المساحة ستكون القاعدة ضرب الارتفاع نصف القاعدة ضرب الارتفاع نصف ضرب السبعة ضرب ثلاثة وسنضرب بعمق المنشور المثلثي حيث أن العمق الذي لدينا هو أربعة سنضرب ذلك بأربعة ضرب هذا العمق أي ضرب أربعة ونحصل على دعونا نرى نصف ضرب أربعة يساوي اثنان يتم حذف هذا ويتبقى لدينا اثنان ثم اثنان ضرب ثلاثة يساوي ستة ستة ضرب ثلاثة يساوي اثنان وأربعين أو ستكون الوحدة مكعبة فإذا كانت سنتيمتر ستكون سنتيمتر مكعب لكننا لن نركز على الوحدات في هذه المسألة دعونا نحل واحدة أخرى كما هو موضح لدينا مكعب إذا كان طول كل ضلع هو اكس ويساوي ثلاثة فما هو الحجم الكلي للمكعب إذا طول كل ضلع هو اكس ويساوي ثلاثة إذا طول هذا الضلع هو ثلاثة وهذا الضلع اكس ويساوي ثلاثة كل ضلع اكس ويساوي ثلاثة في الواقع إنه نفس مثال المنشور المثلثي وهو أسهل بقليل لأن لدينا مكعب حيث أننا نريد أن نجد مساحة هذا السطح هنا إن هذا شيء مباشر إنه مشرد مربع سيكون القاعدة ضرب الارتفاع أو بما أنها متساوي فسيكون ثلاثة ضرب ثلاثة إذا الحجم سيكون مساحة هذا الحيز ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب العمق ضرب العمق إذا العمق هو ثلاثة إذا ضرب ثلاثة فنحصل على ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ويساوي سبع وعشرين وربما أنك تدرك هذا من الأساس حيث أنه يعادل ثلاثة كعيب ولهذا السبب أحيانا عندما يكون لدينا عدد ما مرفع القوى الثلاثة نقول أنك تكعبه لأنه حتى نجد حجم مكعب نأخذ طول ضلع واحد ونضرب العدد بنفسه ثلاث مرات مرة لكل بعد أي مرة للطول ومرة للعرض أعتقد للارتفاع الطول والعمق اعتمادا على كيفية تعريفك لهم وهو يساوي ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة